السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم أسئلة مراجعة الاختبار النهائي للصف الخامس والرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث وهذا النموذج هو من عمل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية جزاهم الله كل خير وابل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معي في القناة ونبدأ باسم الله بحل المراجعة أجب على الأسئلة الآتية بشكل صحيح هل يمكنك أن تهجأ كلمة بوكس بأن تذكر أحرفها بوكس أحرفها هي بي أو إكس عندما يقول لنا أحدهم أهلا وسهلا بكم في منزلي سنرد عليه ونقول thank you أي شكرا الطعام يطبخ أين في المطبخ أم غرفة النوم؟ طبعا المطبخ number four my dad is watching tv in the والدي يشاهد التلفاز في أين؟ living room أم bathroom؟ طبعا living room في غرفة المعيشة my sister brush her teeth in the bathroom أختي تفرش أسنانها في الحمام أكرمكم الله number six we play football in the yard نلعب كرة القدم في فناء المنزل أو الساحة أو الحديقة وليس في المطبخ number seven where do you eat breakfast؟ I eat breakfast in the dining room أين تتناول فطورك؟ أتناول فطوري في غرفة الطعام how do you spell hot؟ كيف تهجب كلمة hot؟ أحرف كلمة hot هي h-o-t can I use your pen؟ هل يمكنني أن أستخدم قلمك؟ سنرد ونقول here you go أي تفضل what time do you get up؟ في أي وقت تستيقظ؟ I get up at 5.30 a.m. في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا what time is it؟ كما الساعة الآن؟ العقرب الصغير على 11 والكبير على 12 إذن الساعة 11 o'clock what time is it؟ كم هي الساعة الآن؟ العقرب الصغير على 9 والكبير على 12 إذن it is nine o'clock school days are أيام الدراسة هي three days and five days a week هي طبعا خمس أيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الخميس there is no sun today اليوم لا يوجد شمس it is cloudy إذن الجو غائم وليس مشمس it's sunny and hot in summer الجو مشمس وحار في فصل الصيف they can run but they can't fly they are ostriches إذن هم يستطيعون الجري لكنهم لا يستطيعون الطيران إذن هم النعام وليس الأفاعي he cook in a restaurant he is a cook هو يطبخ في المطعم إذن هو طبخ this is a man هذا رجل man يعني رجل السؤال الثاني يقول match علينا أن نصل كل كلمة بالصورة المناسبة number one cup board cup board تعني خزانة إذن number one هنا number two scissors مقص إذن number two هنا number three bid أي سرير إذن number three هنا number four bathroom أي أكرمكم الله حمام إذن number four هنا number five glue stick أي غراء إذن number five هنا number six candy candy تعني الحلويات إذن number six هنا number seven لدينا kitchen kitchen يعني المطبخ إذن number seven هنا number eight لدينا tooth وتعني sin إذن number eight هنا number nine لدينا paper paper وتعني أوراق أو ورقة إذن number nine هنا number ten لدينا astronaut astronaut وهو رجل الفضاء إذن number ten هنا number eleven لدينا farmer farmer وهو المزارع إذن number eleven هنا number twelve لدينا teeth teeth أسنان إذن number twelve هنا number thirteen لدينا fridge fridge تعني ثلاجة إذن number thirteen هنا number fourteen لدينا bedroom bedroom أي غرفة النوم إذن هذه غرفة النوم سنكتب fourteen هنا number fifteen لدينا wallet wallet تعني المحفظة إذن سنكتب fifteen هنا number sixteen eraser eraser وتعني الممحة إذن سنكتب number sixteen هنا number seventeen pilot pilot وهو كابتن الطيار إذن سنكتب number seventeen هنا number eighteen لدينا teacher teacher وهو المعلم إذن سنكتب number eighteen هنا number nineteen لدينا watch watch تعني الساعة إذن سنكتب number nineteen هنا number twenty لدينا firefighter firefighter وهو رجل الإطفاء إذن سنكتب number twenty هنا number twenty one لدينا ostrich ostrich وهي النعامة وهذه صورة النعامة إذن سنكتب number twenty one هنا ننتقل إلى السؤال الثالث choose choose أي اختر الإجابة الصحيحة number one he is تساوي هي نفسها ماذا هي نفسها he's باختصار وتكتب بهذه الطريقة he وبعدها أبوستروفي وبعدها is number two where is هي نفسها where is where is ولكن باختصار ستكتب where وبعدها أبوستروفي ثم حرف الاس وهي اختصار لويرز number three the cat is under the table هنا القطة هي تحت الطاولة إذن under تعني تحت number four the dog is behind the closet أو the cupboard إذن الكلب هو خلف الخزانة إذن behind تعني خلف the pen is in the bag الأقلام هي داخل أو في الحقيبة the cat is on the table القطة هي فوق أو على الطاولة إذن on تعني فوق أو على what are these إذن هنا عندما نتحدث عن مجموعة فإننا نقول these إذا كنا نؤشر عليها وهي قريبة these are pins إذن هنا نؤشر على هذه الأقلام وهي مجموعة إذن يأتي مع these are دائما في المجموعة what is this إذن عندما نتحدث عن شيء مفرد ويكون قريبا إذن نقول this those are teeth هنا نؤشر على الأسنان البعيدة السهم بعيد إذن سنقول those وهي مجموعة أسنان that is a mouse هنا نؤشر عن شيء واحد ولكنه بعيد إذن نقول that does he work in an office هل يعمل هو دائما تأتي مع المفرد إذن معه أو مع شيء is he a teacher yes he is إذن الإجابة تكون من نفس السؤال she is a doctor بما أنها مؤنث إذن she تعني هي وهي دائما للمؤنث السؤال الرابع والأخير fill in the missing letter علينا أن نكمل الأحرف الناقصة للكلمات هنا لدينا صورة الجائزة وتعني prize والحرفان الناقصان هما حرف ال-p وال-r هنا صورة الضفضع ويعني frog والحرفان الناقصان لكلمة frog هي ال-f وال-r هنا صورة البطاطس المقلية وتعني fries والحرفان الناقصان هما حرف ال-f وال-r هنا صورة هدية وتعني present والحرفان الناقصان لكلمة present هما ال-p-r هنا صورة منزل ويعني house والحرفان الناقصان هما o-u هنا صورة جبل ويعني mountain والحرفان الناقصان أيضاً o-u هنا صورة فأر ويعني mouse والحرفان الناقصان أيضاً m-u صورة الغيوم أو السحب وتعني cloud والحرفان الناقصان أيضاً o-u صورة فصل الربيع ويعني spring الحرفان الناقصان هما sp صورة رياضة من الرياضات وتعني sport والحرفان الناقصان هما أيضاً s-p صورة أرجوحة وتعني swing والحرفان الناقصان هما s-w صورة البجعة وتعني swan والحرفان الناقصان هما s-w صورة شخص نائم ويعني sleep والحرفان الناقصان هما ee صورة ولد يقرأ ويعني read الحرفان الناقصان هما ee صورة رأس ويعني head والحرفان الناقصان لكلمة head هما ee صورة الخروف ويعني sheep والحرفان الناقصان هما ee صورة وجه مبتسم ويعني smile الحرفان الناقصان لكلمة smile هما s-m صورة الحلزون وتعني snail والحرفان الناقصان هما s-n صورة ولد صغير ويعني small والحرفان الناقصان لكلمة small هما s-m صورة وجبة خفيفة وتعني snack والحرفان الناقصان لكلمة snack هما s-n صورة لحم وتعني meat الحرفان الناقصان لكلمة meat هما e-e صورة خبز وتعني bread الحرفان الناقصان هما e-e صورة عنكبوت وتعني spider حرفان الناقصان لكلمة spider هي s-p صورة بلوزة صوفية وتعني sweater والحرفان الناقصان لكلمة sweater هي s-w وهذا كان نموذج المراجعة الشاملة لمنهج الصفة الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث للوحدات الثالثة والرابعة والخامسة إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضعوا على زر لا تنسوا التشترك معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكراً